أسعد الله وقادكم متابعي قناة استثمر عقلك الأنظار كلها متجهة على مناطق 42000 ليش مناطق 42000 مهمة جدا وكيف رح نتأكد من كسرة إذا منشوف آخر مرة حاولنا نكسر فيها مناطق 48000 منحط شو هي المنطقة يلي كانت عقبة بطرينا المنطقة يلي كانت عقبة بطرينا هي 0.61 فيبوناتشي بتطبط المنطقة هاي ما قدر يخترقها السعر إذا منروح على الموجة الحالية منشوف كمان نفس المنطقة عملت لي نفس المقاومة لذلك اختراقها أمر مهم جدا لاستكمال الصعود 0.61 فيبوناتشي هي المنطقة يلي حاليا عملت لي مقاومة إذا منرجع بالفترة السابقة منشوف البيتكوين في هالمنطقة بعد ما نزل وصحح لمستويات 37000 عمل أول محاولة لاختراق مناطق 42000 فشل رجع عمل لي تصحيح صغير رجع حاول يخترق مناطق 42000 كمان فشل بالمرة الثانية رجع عمل لي تصحيح واستهدف موفينج ريميتين على فريم الأربع ساعات بعدها كسر منطقة 42000 بقوة إذن لحنا عم نبحث على اختراق مناطق 42000 بشمعة قوية شمعة فوليوم مثل هالشمعة هاي بالضبط مثل هالشمعة هاي بالضبط هاي الشمعة يلي عم ننتظرها باختراق مناطق 42000 بعد ما اخترقنا مناطق 42000 بالسابق عدنا اختباره اعادة الاختبار أمر مهم جدا لحتى نتأكد من قوة هالمنطقة من قوة الفوليوم والأشخاص يلي دخلوا في هالمنطقة بعدها صار الصعود إذن لحنا رح نستنى حاليا في هالمنطقة كسر لمناطق 42 من ثم اعادة اختباره إذا حابب تتداول على منصة جدا سهلة ما بتحتاج أي توسيق ما فيها أي تعقيدات منصة بيتكت برشيح لكم ياها رابط التسجيل بالوصف أسفل الفيديو نحتاج فوليوم قوي حتى نكسر هالمنطقة بعدها نعيد اختباره ممكن ما نقدر نكسرها من أول محاولة رح نراقب ونشوف كيف رح يتفعل السعر ممناطق 42000 وأسوأ سيناريو ما بتمنى أنه يصير إنه يتم رفضنا من هالمستوى هذا ونكسر خط التريند يلي ارتدينا منه بالمرة السابقة هذا أسوأ سيناريو لكن ما بنتمنى يصير ننتظر كيف رح يتفعل السعر مع مناطق 42000 هيك وصلنا لهذه الفيديو واتمنى أن أعجابكم إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله